سيد سرمد البياتي كان هناك لقاءات عديدة في الأوين الأخيرة وفي الفترة الأخيرة تحديدا بين السفيرة الأمريكية وبين نوري المالكي وأيضا قيادات فعليا لها ثقل في الشأن السياسي طيب هذه اللقاءات اللي كانت مع قيادات شعية خلينا نقولها يعني بشكلها الصريح فعليا سيد نوري المالكي والسفيرة الأمريكية وإلى آخره ماذا كانت تحتوي هذه الهايه هل هي تحذيرات بين الطرفين أم هل هي نوع من الصلح والعلاقة الطيبة وعلى ما يبدو أنه لا علاقة طيبة فعليا على أرض الواقع مع هذه الصواريخ يعني قد تستغربين إذا أقول لك شيئا يعني أنا أتوقع عيالي يعني أيضا في أمريكا السياسات ربما تختلف عن الأمور الأمنية ثقيا أنا أعتقد بأنه قد تكون السفيرة الأمريكية أصلا لا تعلم بهذه الضربات بعض الأحيان أساسا هناك الضربة الأولى كانت بأمر القيادة المركزية الوسطى الضربة الثانية اللي صارت على العراق كانت بأمر بايدن الآن بأمر بايدن ليس من الضروري أو ليس من المهم أنه يخبر للسفيرة أنا أتوقع يعني أساسا سفيرة ما رح تعرف بأنه أكو ضربات لأنه يعني أعتقد بأنه لو كانت تعلم ذلك كان ممكن أن تنقله إلى السيد المالكي أو إلى بقية المسؤولين يعني لكي يستطيعوا أن يفتحوا خطا واضحا مع فصال المقاومة الإسلامية يعني أنهم لا تطلقوا المسيرات أو الصارخ على قوات التحالف على القوات الأمريكية لكي لا يردوا لذلك أنا أعتقد بأنه هي أساسا سفيرة ما يمكن جزء ما أعتقد علم أساسا بالضربات ولا تستغربين هذا الشيء يعني أنا أتوقع هذا الأمر موجود عادي بالولايات المتحدة الأمريكية ربما أحد المرات دخلنا قاعدة عين الأسد من أجل رؤية الضربات الإيرانية في وقتها فالمسؤولين عن الأمن بالقاعدة عن الأسد بالأماكن التواجد الأمريكي يختلفون تماما عن العاملين داخل المكان الموجود في التحالف الدولي فلديهم هم تحديد مسؤوليات فأعتقد بأنه أساسا قد تكون سفيرة أيضا فوجعت بمثل هذه الضربات مثل ما نفوج بنا يعني نعم موسيقى